اشتركوا في القناة الجزائر وهذا حديثي اليكم مباشر عبر الفيسبوك واليوتيوب الزلف اللون اخواني جمعة 55 جمعة بالفعل ولا اروع جمعة واحدة من الجمعات القوية والقوية جدا واسرار وتحدي وخروج ينادي بالدولة المدنية وينادي برحيل العصابات عندما نقول ولا اروع فليس في ذلك ادنى مبالغة دعونا لكي نرى ذلك ان نستمع لبعض الشعارات شعارات هزت اركان البلاد من اقصاها الى اقصاها في وقع وامر وكانت هذه من لغوة ملاذا في قناة ادنى مشانوا في القناة جدونا مقلوب كلander برحيل العصابات ادنى مشانوا في القناة ادنى مشانوا في القناة أشياء أسكرية 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 هي مدانية 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 هذه أسكرية 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 أما هذه فكانت مبسكرة أسبوع 55 من الحراك الوطني المبارك من ولايس بسكرة عارف الفيباء لأنه حييكم ونحن صابدون قوة لافت الميات هنا وكما قال العربي بن مهيدي أرموا بصورة للشارع يحتضنها الشعب وأنا أقول لكم أرموا للسلطة للشارع يحتضنها الحراك وأنا مكملين وماش لحبسين الحراك 55 من ولايس بسكرة الجحية وكانت هذه من أنتم الشنط وكانت هذه من الوحران وكانت هذه من البشار موسيقى 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 وكانت هذه منتبسة لو هدي جولة أجبنا قصة لاحظة لاحظة هذه زولة العسكر لاحظة لو هدي جولة أجبنا قصة لاحظة تحافية لاحظة تحافية لاحظة 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 وكانت هذه منأضرار وكانت هذه من العاصمة اشتركوا في القناة 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 وتحت ارادة الدولة المدنية شعب يريد ان يتحرر شعب يريد الاستقلال والحقيقة ان هذه الجمعة من بين شد انتباهي ان تقريبا كل الشعارات على استثناءات قليلة كانت موجهة ضد الجنيرالات بمختلف الكلمات العبارات الاناشيد الجو الموسيقي فيها كانت موجهة ضد الجنيرالات حينما نقول الجنيرالات حينما يقول شعب الجنيرالات فهو يتحدث عن كمشة الجنيرالات وليس عن الحوالي خمسمائة جنيرال في البلاد ان اغلبية الغالبة من الجنيرالات لا يتدخلون في السياسة الاغلبية الغالبة قد يتدخلون في البزنس قد يقومون بالتجارة هذا موجود وهذا مرفوض بطبيعة الحال لانهم عليهم ان يختاروا بين البدلة العسكرية وبين التجارة بين البدلة العسكرية وبين المال بين البدلة العسكرية وخدمة الدولة التي يأخذ منها وظيفة فيها وظيفة ويأخذ منها مال وبين البزنس بين التجارة ابشع من البزنس ومن التجارة الكمشة الجنيرالات التي تتدخل في السياسة بل تتدخل في قلب ادارة البلاد في تعيين رؤساء الدول في تعيين الوزارة في تعيين كبار المسؤولين عن طريق ذراحهم الحنشي عن طريق الديرس وعن طريق المخابرات عموما لفت انتباهي وربما لفت انتباهكم أنتم أيضا شعار كان في وهران وتمأوا بينوا جيدا كان في وهران يقول زقماتي يجبان كريم طابو لايوان قمة هذا الحراك وقوة هذا الحراك أنه وحد الشعب كريم طابو أصله من تزيوزو وهذا الشعار يرفع في وهران لكي يقول شعب جزائري أنه لا فرق بين جزائري وجزائري لا فرق لا أين ولد ولا أي كيف كانت لغة أمه ولا هي اللغة التي يريدها ولا هي السياسة التي يتبناها ولا هي القناعات الفكرية التي لديها إننا جميعا جزائريون أبناء هذا الوطن جميعا سواء إن ما يفرقنا هو حب هذا الوطن هو أن تكون مع الشعب أو تكون مع الطغمة الحاكمة هو ما يفرقنا هو أن هناك من اختار أن يتلقى دراهم معدودة ويعلن ولاءه للعصابة التي خربت البلاد بينما هناك من لو وضعت له أموال الدنيا كلها لم اختار إلا أن يكون مع الشعب كانت شعارات قوية شعارات عميقة شعارات ثابتة بعد سنة وحوالي 14 يوم تقريبا أو 13 يوم منذ وأسبوعين منذ انطلاق هذه الثورة المباركة ثورة تريد أن تعيد للجزائر عزتها كرامتها ازدهارها قوتها تعيد للجزائريين شرف لطخه بعض الجزائريين تلطيخا عظيما تعيد للجزائريين حرية صادرتها كمشة من الناس أكثرهم كبر جنرالتز ومعهم بطبيعة الحال دائما مرتزقة من المدنيين جمعة قوية وانتشار لعلكم لاحظتم كانت مسيرة اليوم تيارت مش نهاش هنا لكن كنت طلعت عليها كانت مسيرة تيارت قوية تيارت التي كانت منعت من قبل وحرارها الأحرار داخلها ومن إخوانهم الذين جاءوا من الولايات الأخرى تيمو الشونت أيضا عين تيمو الشونت أيضا تبسة أيضا عادت بقوة وكثير من المدن التي عادت بقوة حتى الذين بدأ كثيرين الذين خدعوا بدأوا يعودون صحيح ما زال المخدوعي وما زال المنتفعين وما زال الجبناء وما زال أنواع متعددة الذين لا يخرجون هم أنواع متعددة كاين اللي يائس يرى أنه ما فيش حل مع هذا النظام وخرجوا لما تخرج كاين اللي كاين اللي منتفع كاين اللي راه بوليسي يخاف أنه لو كان يتغير نظامي وليش بوليسي كاين اللي راه دركي يخاف يتغير نظامي وليش دركي وكأنه جنيرال باش يخاف مع أننا قلنا حتى الجنيرالات المفروض أن الأغلبية منهم ما لازمش تخاف وحتى اللي يراهم اليوم حاكمين الكمشة هذه إذا ما سلموا الأمر للشعب ما عندهمش على شي خاف وقد كنت وما زلت أقول أنهم إذا سلموا الأمر للشعب وحقيقة ساندوا قيام الدولة المدنية التي هي في مصلحة الجميع بما فيها مصلحتهم هم لو أنّ تعوني نعطي مثال بسيط لو أنّ شنتوف الهارب اليوم في فرنسا خير قبل سنتين أو ثلاثة وقالوا له هاو المستقبل لنتعك ستكون هارب في فرنسا ومتخفي وحين تخرج تختفي وتغير شكلك وتبدل من يش عارفواش وتدير شعرك تكحل شعرك وتبدل اللحية لو قيل له هذا هل كان يقبل جنرال شنتوف وقد كان قايد من ناحية العسكرية الأولى وتحته أكثر من ستين ألف عسكري هل كان يفضل أن يكون هارب إلى فرنسا أم كان يفضل أن تكون دولة مدنية يسود فيها العدل ويكون هو يأخذ حقه لا يظلم ولا يظلم هل لو أن سعيد باي الذي يوجد اليوم في سجن البوليدة سجن العسكري والجنرال ترطاق والجنرال توفيق وهم من كبار المجرمين هذة ثلاثة جنرالات لو خيروا وعرفوا المستقبل قبل 25 سنة أو 28 سنة حينما شاركوا في انقلاب وقاموا بكوارث حقيقية من أن حياتهم ستنتهي في السجن وربما قد يموتون في السجن وأنهم تعرضوا للتعذيب وتعرضوا للتعنيف وتعرضوا للضرب وتعرفوا من أحيانا من طرف بوسطاء البوسطاء أو حتى من زملائهم أو حتى من الذين كانوا تحت أوامرهم لم يكن هناك في البلاد أي عسكري خارج إرادة التوفيق خاصة امتداء من 2004 بعد أن هلك محمد العماري الذي كان ربما توفيق يخشاه قليلاً مع ذلك الجميع كانوا يرتعدون من توفيق حتى محمد العماري كان يخشى أن توفيق يقوم له بشيء وفي النهاية قام بذلك كما نعرف في تحالف مع توفيق وأطاحه بمحمد العماري لو أن توفيق قيل له أنه حينما يكون عمرك 82 سنة وأنت مصاب بعدة أمراض وسعيد باي حينما يكون عمرك 80 سنة والأمراض تأكل جسدك وتأكل عقلك الآن سعيد باي في حالة نفسية بائسة جدا لو قيل له ذلك لو قيل له قبل 28 سنة أسمع كن جنرال كن في خدمة الدولة المدنية لا تقوم بانقلاب أحسن لك حتى لا تكون نهايتك لو رأى المستقبل كيف كان يكون قراره وليس كان يقول من الأفضل أن تكون هناك دولة عادلة دولة لا لفيها القانون على الجميع دولة ما نظلم فيها ما نقتل فيها ما ننهب فيها ما ينهبوني ندير عملي ونروح أليس هذا أفضل للجميع؟ كان المفروض هذا أفضل للجميع لكنهم بكل أسف وألم لا يبصرون لا يبصرون ولا يفهمون ولذلك لو أن هذه الكمشة تعلق الجنرالات اللي راهي اليوم مسكة أبو عزة وسيني بنعلي بنعلي شنق ريحة هذا اللي عاود وجابوه من الأرشيف القاتل هذا اللي كان يسمى موسي عمار عبد العزيزي مجاهد لشخام وقائمة من كبار الجنرالات اللي يفيدهم السلطة العريبي ناصر حبشي لو أنهم لديهم ذرة كرامة وانا عارف أنهم يسمعون ويتابعون وبعضهم حتى يتابع هذا اللايب وبعضهم ينقلوا له ما نقول وما يقوله إخواننا لو أن لديهم ذرة كرامة وهم يسمعون أن الشعب نازل عليهم بشعارات قل لها ناظير وراهي كل مرة تزيد أكثر هذا الأسبوع أكثر الشعارات أقوى الشعارات ضد الجنرالات ظهرت هذا الأسبوع كانت دائما تظهر لكن كانت متنوعة هذه المرة ركزت لأن الناس تعرف إنها لأول مرة في تاريخ الجزائر يجمع الجزائريون على استثناءات قليلة أن أصل الداء يأتي من الحكم العسكري يأتي من حكم الجنرالات يجمع الجزائريون على أن تخلف هذه البلاد ردائتها فشلها ضياحها هروب أبنائها زحف الفقر عليها يأتي من حكم العسكر الذي يختار دائما أسوأ المدنيين فيضعهم واجهة له حتى يتحكم فيهم بكل ألم واسف كانت جمعة قوية والجمعات القادمة بإذن الله تكون قوية وربما أقوى وغدا السبت سيكون سبت مميز غدا سيخرج الناس في أغلب المدن خاصة في المدن الكبرى ولكن أيضا في مدن صغرى وسيخرجون في العاصمة وهذه المرة ما وصلني من كل إخواني هو أن الناس قد أجمعت على أن الخروج يكون ما بين الوحدة ونصف الزوج يبدأ الناس يجمعوا في حدود الوحدة ونصف ثم على انطلاقها في حدود الساعة الثانية وأنها ستبدأ في الوسط العاصمة ثم تتوزع إلى عدة جهات لأن مسيرة السبت ليس كما مسيرة الجمعة مسيرة السبت هدفها إرباك وإنهاك القوى القمعية لا أقول شرطة لا أقول درك أقول القوى القمعية الذين أمروا أن يقمعوا الناس قبل قليل كنت أقرأ فيما نقله أخونا الصحفي الحر رضوان بوساق وحي الله الرضوانين رضوان بوساق ورضوان بجمع من أحرار الذين يكتبون ويتنفسون هذا الحرك هذه الثورة كتب يقول كيف قام حوالي ثلاثين شرطي بالهجوم على شخص كان جالسا مجرد جالس قالوا له أروح لداركم قالهم أنا ما نش حتى في الحارة كان أنا جالس فكان هناك السب والشتم والضرب ثم رأوا واحد يصور راحوا خطفوه وهكذا أنا أتحدث إذن عن القوى القمعية وليس على إخواننا الشرطة لأن ما زلنا نقول أن الشرطة في عمومهم والدرك في عمومهم وبطبيعة الحال الجيش في عمومه هو مع الحرك ونعرف أن هناك عسكريين وهناك مدنيين يشتغلون في الجيش وهناك شرطة أحياناً يخرجون طبعاً يغيرون من مظاهرهم ويخرجون من حقهم إن أخواننا داخل القوات المسلحة يعرفون أنهم أكثر ناس تضروراً من الحجرة ومن الظلم ومن القهر ومن السب ومن الشتم ويعرفون أن الدولة المدنية في مصلحتهم لكن للأسف ما زال الوعي لم ينتشر كما يجب ولا ما زال الخطوات لم تنضي كما يجب إذن غدوة السبت إن شاء الله سيكون خروج في أكثر المدن وسيكون الهدف منه إنهاك وإضعاف القبضة الأمنية للعصابة سيكون الهدف منه عمليات نوعية دون الذهاب إلى مقرات الحكم لا وزارة الدفاع ولا المرادية ولا أي شيء له علاقة بالجيش حتى ما يخذهاش العصابة ما تاخذهاش كمبرر لقمع ولضربها هناك عدة أماكن ممكن إظهار الغضب والإنزعاج والرفض لهذا النظام من خلالها هناك الميناء على سبيل المثال إن ثلاث ساعات أو أربع ساعات محاصرة للميناء تعطي إشارة للعالم في الداخل وفي الخارج للجنرالات والعالم في الخارج من أننا لن نتراجع إن قطعة طريق أين تسكن العصابة في كلوب ديبان وفي زيرالدا وفي موريتي لساعتين أو ثلاثة تبعث برسالة واضحة بأننا لن نتراجع ويمكن لإخواننا أن يختاروا دون أن نعلن ذلك على المباشر هم يختاروا على الأرض ما يرونه صحيحا وصالحا عمليات كودوبوان كما تسمى عمليات خاطفة عمليات يكون الهدف بسلمية كاملة لكن يكون الهدف إيصال مثلا أعطيكم مثال محاصرة مقر الدعاية الأول ما يسمى بتلفزيون الجزائري في بالقرب من المرادية والمدنية هذه أحد الأماكن المشروعة لكي تكون وكان فيها مظاهرات في إحدى الفترات وكانوا الصحفيين يخرجوا ويتظاهروا لكنهم للأسف اشتروا البعض وخوفوا البعض وتردوا البعض مع ذلك هناك صحفيين أحرار فضلوا أن يطردوا على أن يكذبوا فحيي هؤلاء الصحفيين الأحرار والخزي والعار على أكثرية الصحفيين وخاصة على أصحاب القنوات والجرائد الذين هم بوق فضلوا أن يكذبوا وأن يأكل المال حرام وأن تظل الجزائر ضعيفة وينشروا الكذب على نطاق واسع إذن مقر لدعو التلفزيون هذا أحد المقرات وهي مقرات مقرات القنوات الأخرى كلها مقرات مشروع حصار لساعتين أو ثلاثة يسمعون شعارات قوية تكون به البداية على سبيل المثال حصار لساعتين أو ثلاثة أو أربع فنادق الخمس نجوم هذه مشروع خاصة القريبة أو التي تتوسط العاصمة فندق الجزائر مثلا مش بعيد على مقر البروباغندة على الإذاعة والتلفزيون فندق الأوراسي مثلا هذه مشروع لماذا؟ لأن هناك يأتون بالأجانب وهناك يضعونهم باش يبيعوا البلاد باش يكسبوا الشرعية وهناك أيضا في هذه الفنادة خمس نجوم تقريبا تلقى 20-30-40 غرفة تابعة لحنوشة وأسياد لحنوشة كل فنادق الكبرى في الجزائر يضعون فيها كاميرات يخترقون فيها الغرف يخترقون فيها كل شيء ما عندها حتى ما عندها حتى حاجة تتعلق بالخصوصية هذه أمثلة من أمثلة اللي يمكن أن تكون قطعة طريق إليها أو محاصرتها نحن نتكلم على ساعات اليوم السبت اليوم الغالب يوم مش يعمل في انتظار أن تتراكم القوة وتتراكم ويتراكم الوعي ويتراكم التحدي ويتراكم الإرادة الفاعلة إذا لم يسمعوا نغلقوا البلاد نغلقوها أسبوع أو عشرة أيام أو أسبوعين أو شهر إذا لزم الأمر وتسقط العصابة خير من أن ظل ثلاثين سنة أخرى قادمة أو أربعين سنة أو عشرين سنة تحت حكم من أسفة وأفشل وأخبث الأنظمة الحاكمة في العالم يفضلون أن يظل هذا العملاق مقيد أن تظل البلاد مبعثرة فاشلة ضعيفة على أن يتحالفوا ويتعاونوا مع شعبهم شوفوا بشار الأسد اللي مقبلش التغيير داخل بلده أول أمس كان فيه لقاء أمس كان فيه لقاء بين من ومن بين أردوغان تركيا وبوتين روسيا يقررون مصير إدلب ويقررون ما يحدث في سوريا وما لا يحدث والسوري لا يقررون شيء الآن الجزء من المعارضة الذي ما زال يعارض ويقاوم لا يستطيع إلا أن يأخذ الأمر من تركيا والنظام العصابة عصابة هذا الذي ورث الجمهورية عن والده لا يستطيع أن يقرر إلا من عند الروس والإيرانيين بل من حزب الله لو أن بشار الأسد استمع لشعب وقام بالإصلاحات حينما طالبها بها هل كان يسمح لكل الميليشيات والجماعات والدويلات والدول الصغرى والكبرى أن تعبث بسوريا وتقرر مصيرها اليوم هل كان يحدث ذلك ما كان ليحدث شعب السوري لن يسمح بذلك ولا القوانين الدولية ولا ولا لكن حينما بدأ يقتل في شعبه تدخل القاصي والداني الذي يحب الخير والذي يحب الشر الذي مع الشعب والذي مع الشيطان وهي سوريا دمار هائل وقد قال لي أحيانا واحد ولماذا الشعب يتظاهر عليه مثل ما يتظاهر الشعب اليوم لأن هذه الأنظمة الشعوب ليست عبيد عندها هؤلاء حكام يأتي بهم الشعب ويذهب بهم الشعب هؤلاء ليسهم الخالق بل أن الخالق عز وجل خلق الإنسان وقال ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال قل يا أيها الكافر لكم دينكم وليا ديني وقال لسيد المرسلين لست عليهم بوكيل لست عليهم بمسيطر أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إن من خلق الناس وخلق الأرض والسمش والهواء والفيروسات والأمراض وكل شيء خلقه إنه أعطى للإنسان إنها ديناه النجدين إما شاكراً وإما كفوراً أعطى له الحق بالاختيار لكنه حذره إذا كفرت فإن عذابي شديد تؤمن أو لا تؤمن هذا أمر يخصك لكن ها هو التحذير أما إذا أمن فإن جنتي واسعة الأرض والسماوات عرضها فقط عرضها فقط كعرض الأرض والسماوات إذن إخواني نحن لسنا عبيد أيها الشرطي أيها الدركي أيها الظابط أيها الأستاذ أيها المهندس أيها الدكتور أيها المتخلف عن الحراك عن الحرية أنت لست عبد أنت لست عبد لبشر أنت لست عبد لأحد أنت عبد لله فقط إذا كنت تؤمن بالله وفقط ومع ذلك فإن الله لا يكرهك على شيء فكيف تقبل كيف من كما قال أحد الأفاضل قال لك إن الذين خرجوا على الله يطلبون مننا أن لا نخرج عليهم وهم البشر كلنا ولا تسع شهر لكنهم سيطروا بالمال والضغيان والدبابات والدعم الخارجي فأصبحوا يروننا كالذباب كالحشرات أمامهم إخواني إن لدينا أحرار اليوم معتقلين ورهاء عند هذه العصابات فلا تنسوهم أبدا وكلما تحركتم لا تنسوا أسماءهم وحي الله كل الأحرار الذين ذكروا إخوانهم اليوم إبراهيم لعلامي وكريم طابو وقائمة طويلة وعزيز بكاكرية ومستفقيرة وقائمة طويلة من الأحرار قبل بضعة أيام ثلاث أسابيع تقريبا كتب أحد إخواننا من حركة رشاد رسالة لعل البعض منكم طلع عليها سأبدأ تدائل من اليوم أن أقرأ عليكم منها بعض الأجزاء رسالة عجبتني كثيرا والحقيقة هذه الرسالة تقول رسالة إلى أخي في الجيش الوطني الشعبي وفيها يقوله في العنوان هذه هي الدولة المدنية التي نريدها الرسالة موجودة بالعربية وقد طلبت من المساعد الفاضل أن يضع لها رابط وموجودة بالفرنسية وإن شاء الله خلال ساعات سيوجد أيضا نسخة بالإنجليزية فأطلب من كل إخواننا من يستطيع أن يطبع أن يقرأ أن ينشر الوعي فهذا مفيد بالعربية بالفرنسية بالإنجليزية ولو كانت لنا لدينا الإمكانية أن نكتبها بمختلف التفرعات الأمازيغية لكتبناها لكن للأسف لغتنا الأمازيغية لم يسمحوا بعطلها ولم يسمحوا بتطويرها وإن شاء الله الدولة المدنية ستطور اللغة العربية المستضعفة وستطور اللغة الأمازيغية الأشد استضعفة أخونا في هذه الرسالة ليوضحها تقريبا في عشرة تشابترز كما يقال عشرة مباحث أولها تقديم رح اليوم نقرأ لكم التقديم والجزء الأول نقرأ لكم باختصار وبملخص يبدأ فيه وهو رسالة يوجهها هو يقول إلى أخي في الجيش الوطني الشعبي يا إرجاء يوجهها إلى أي عسكري في الحقيقة أنا أرى أنه يوجهها إلى أي واحد في القوات المسلحة ولكن أساسا في القوات العسكرية فمن خلال هذا الواحد دون أن يكون معني باسمه هو يوجهها للجيش كله من أعلى رتبة إلى أدنى من فريق إلى الجنت يقول في بدايتها لقد شاركت في 52 مظاهرة وأشعر أنني منذ سنة كاملة أطرق باب من به صممه لذلك فكرت في كتابة هذه الرسالة ليعبر عن مطالب شعبنا فبصفتك عسكريا لست منفصلا عن الصمم الذي أصاب الذين يقررون مصير هذا البلد هذا الصمم ليس في الآذان بل مقره الأنفس والعقول صحيح أن السلطة لا تسمع إلا التصفيق ومن المعروف أن الجبابرة يحبون التظاهر بالصمم لأن ذلك يجبر المتسولين على الركوع أمام عروشهم إني أشعر أحياناً أن صفعهم بشعارات قاسية هو الطريقة الوحيدة لاختراق صممهم وأحياناً أخرى كما هو الحال في هذه اللحظة أحس أن ذلك غير مجدي لأنهم يشعرون بالصفعة دون سماع دويها يقال أن الكلمات اللبقة الصادرة بنبرة لينة تساعد على الإصغاء لذلك اسمع أخي اسمع لي أخي في الجيش الوطني الشعبي أنا أشرح لك ما يريده الحراك بالضبط وما تأثير ذلك عليك ولعل من خلالك ومن خلال الضباط مثلك أو عسكريين مثلك قد يتم الإصغاء لمطالب الحراك في نهاية المطاف إذن أخونا هذا لديه أمل كبير من أن يتم الاستماع للشعب ويتم الاستماع للحراك شكراً يا فاطمة ولأبناء الثبر الشعبية ويوجه هذه الرسالة لكل العسكريين في البلاد يقولوا ليس من السهل كتابة هذه الرسالة لأنني لا أعرف ما هو موقفك من الضرورة هو لا يعرف ما هو موقف الذي يقرأها الآن قد يكون الذي يقرأها قلباً وقالباً مع الحراك قد يكون قلباً مع الحراك وعصاه على الحراك على الشعب وقد يكون يكره الشعب ولا يحبه ويتمنى أن يفكك حراكه وهذا هو ربما بعض الجنرالات لكن دعوني أن أحتفظ بالنبرة اللينة وبالأسلوب الهادئ الذي خاطب به أخونا هذا خاطب به كل العسكريين في البلاد من خلال هذه الرسالة إذن أقول ليس من السهل كتابة هذه الرسالة لأنني لا أعرف ما هو موقفك من ضرورة التغيير الجدري في البلد أعلم أن بعض الضباط يعتقدون أن التغيير الحقيقي والحريات وإرساء الديمقراطية يشكلون تهديداً لذلك فهم يرون أن استدامة النظام الحالي بالتوازي مع القمع الانتقائي هو الحل للأزمة والزمرة التي تتبنى هذا الموقف لديها اليد العليا في الوقت الراهم وفي الجانب الآخر هناك ضباط يتعاطفون مع الحراك كما يعتبرون أن قمع الحراك سيعزل الجيش عن المجتمع ويبطل فكرة تجسيده للوحدة الوطنية أو المصلحة الوطنية وما بين هذين الطرفين هناك طيف من الضباط من نوع حشيشة طالبة معيشة يحاولون تخمين اتجاه رياح التاريخ ليتماشون معها إن هذا التصنيف ينطبق على الضباط النشطين والمتقاعدين ولن تفترض هذه الرسالة أي شيء عن موقفك ضمن هذه المواقف إذن هو لا يحدد موقف الذي يقرأ الرسالة فقد يكون كما قلت من هذا أو من ذاك أو من الغسط أو من حشيشة طالبة معيشة كما سمتها الرسالة تتحمى حوار هذه الرسالة أو يشرح ما في هذه الرسالة أساسا حول تسعة حجج تتعلق الأربعة الأولى منها بقضايا داخلية للجيش أما الأربعة التالية فتناقش نقاط خارج عن الجيش في حين أن التاسعة النقطة التاسعة هي حجة تاريخية لكن اسمح لي أن أعود بإجاز للمظاهرات الأسبوعية قبل المضي قدما في النقاش كل أسبوع يتظاهر الجزائريون والجزائريات ويغنون دولة مدنية ماشي عسكرية جمهورية ماشي كازيرنا ماما 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 العسكر ما يحكمناش نكملوها بالسلمية وننحي العسكر من المرادية وهناك أيضا هتاف الجنيرالات للمزبلة جنيرالات بوبال والجزائر تدي الاستقلال الذي قد يحرجك وسأعقب عليه لاحقا لكن دعني أولا أركز على دولة مدنية لأنه يدمج جميع الشعارات الأخرى يختار أخونا الشعار الأهم عنوان هذه الشعارات كلها وهو شعار دولة مدنية ماشي عسكرية فيريد أن يتحدث عن هذا الموضوع يضيف أن السيد تبون مثل سابقه ليس رئيسنا فهو معين فهو معين قيادة الجيش العليا وخادمها لقد تم اصطناعه رئيسا للدولة بحوار مخشوش ولجنة انتخابية مزيفة وبتزوير واسع للانتخابات طبعا لا يجادل في هذا الكلام في هذه العبارة خاصة إلا مكابر فالناس كلها تعرف عفوا إخواني فالناس كلها تعرف أن تبون عينه قاية صالحة والجنيرات اللي معها صحيح بوعزة وسيني أراضي أن يلعب له دوت رواويت كما كنا نقوله بكري كي كنا صغار أراضي أن يلعب له بالوظيفة لكن ويجيب اللي كان يعتقد أنه أكثر خضوع منه ميهوبي ولكن قاية صالح حتى وكان هو في وضع صحي صعب إلا أنه فطنوه الجنيرالات وقالوا له أحذر أحذر بوعزة وسيني راه يلعب بشيجيب وكلنا يعرف في قناة العار كانت تتكلم على ميهوبي ونعرف وأن الأفلان والأرندي كلهم ناصر وميهوبي لأن جاتهم الأوامر لذلك في الأيام الأخيرة لكن قاية صالح أصر على تبون وأصر أن يكون هناك دور واحد حتى دور ثاني اللي كانوا يتكلم عنه بعض القنوات رفض ذلك وبذلك سقطت سقط سحر بوعزة وسيني وإن كان كان طبعا قاية صالح عقبو إلا أنه عاد نتيجة لبعض التوازنات التي حدثت بعد رحيل القاية صالح إذن يقولوا أن السيد تبون مثل سابقه ليس رئيسنا فهو معين قيادة الجيش العليا وخادمها لقد تم اصطناعه رئيسا للدولة بحوار مخشوش حوار تاكريم يومس ولجنة انتخابية مزيفة انتعو وش يسموه هذاك شرفي ليس له علاقة بالشرف إطلاقا لم يأخذ شيء من اسمه ليس له نصيب من اسمه وبتزوير واسع للانتخابات طبعا لأشرفة علي الحنوشة والولايات كالعادة طبعا بعض الولاة الآن راهم طردوهم وعلى أبواب أن يسجنوهم بما فيهم بدوي رئيس ما يسمى بالحكومة السابقة لأنهم كانوا طالبوا بتزوير الانتخابات لصالح ميهوبي وليس تبون كما كانت الأوامر متعلقا القيد صالح سينتهي به بدوي على كل حال نحاول الباسبور وسينتهي به الأمر إلى الاعتقال في الأيام القادمة الأسبوع القادمة على أقصى تقدير وكل ذلك بتكليف من قيادة الأركان فتبون مدين بمنصبه لقيادة الجيس وليس للشعب أما الدولة المدنية فتعني أن السياسي المدني المنتخب بحرية ونزاهة هو من يتحكم في الجيش وباقي أجهزة الدولة وليس العكس أهم فكرة هنا هو أنه الجزيرة تمشي على رأسها في كل الدول المحترمة الشعب هو الذي يأتي بالحكام المدنيين والحكام المدنيين هم الذين يعينون مساعدهم من العسكريين والمدنيين فالرئيس أو الوزير الأول حسب إذا كان نظام برلماني أو رئاسي هو القائد الأعلى للجيش شكراً يا فيصل هو القائد الأعلى للجيش وهو الذي يعين وزير الدفاع في كل الدول المحترمة في كل الدول التي نهضت وزير الدفاع مدني على استثناءات قليلة أحياناً يأتون بجنرال سابق جنرال سابق مجنرال عامل كما حدث مثلاً مع ترامب حينما جاء ما يعرف بالماتدوغ اللي راهوا على كل يختلف معاه وراح كان جنرالاً سابقاً لكن نحن الذي حدث هو أن المدني الرئيس شفنا هذا شرفي هذا اللي أشرف على الانتخابات المزورة اعترف قبل أربعة أيام قال كل الانتخابات الرئاسية بلا استثناء كل رؤساء الجزائر جاءوا بانتخابات مزيفة إلا تبون طبعاً معهم تبون لكن هو في اللحظة يكذب لكن نحن ما يهمنا في الاعتراف هو أنه اعترف أن كل ما سبق من انتخابات رئاسية هاي تأتي الآن من مسؤول كبير وكان وزير سابق والآن نمكلفين الإشراف على تزوير الانتخابات يقول أن كل الرؤساء من قبل جاءوا بانتخابات مزورة اعتراف والاعتراف كما يقول أهل القانون سيد الأدلة وشاهد شاهد من أهلها وذلك هو أهم شاهدها عندما قل لي قبل أكثر من عشرين سنة حينما سأل نحن الصحفيين خضر إلى بالي مباشرة وقد كنت فكرت في الموضوع طويلا قلت قلت له قل لي من يأتي بك إلى الحكم أقول لك من تكون ففي صالح من ستعمل صالح من ستخدم إذا جاء بك الشعب فأنت ستكون خادمة للشعب ورعيا لمصالحه وفاهما ومتفاهما لما طالب أما إذا جاء بك جاءت بك الدبابة إذا جاء بك الجنرالات فأنت ستكون خادمة للجنرالات وإذا اشترك الخارج دبابة الخارج مع دبابة الداخل القوى الخارجية الإمارات فرنسا الولايات المتحدة السعودية كما حدث في بوتفليقة مثلا مع العربي بالخير وتوفيق ومحمد العماري ونزار وغيرهم وجابونا بوتفليقة فإن بوتفليقة ظل خادما لهؤلاء بشكل أو بآخر وحتى حينما تغير هؤلاء في الأسماء فإنه ظل خادما لمنظومة الجنرالات وللقوى الخارجية الآن كان يصير فيه نقاش بعض الناس يقول لك نحاكم بوتفليقة والأخرين يقول لك لا القانون ما يسمحش وهو طبعا بوتفليقة وضع القوانين كلها باش تكون تحت رجليه كيف يسمح بوتفليقة أن يضع قانون يحاكم الرئيس وهو كان الرئيس لذلك نحن ما عندناش اليوم دولة ما عندناش قوانين بالمعنى الحقيقي ما عندناش دستوري بالمعنى الحقيقي لأنه لو نفذوا الدستور لا تطبقوا المادة السابعة والثامنة ولا تطبقوا المادة الثانية وعشرين ولا تطبقوا مواد كثيرة المشكلة ليست في النصوص المشكلة في تطبيق النصوص ولكن لأننا لدينا لصوص فهم لا يطبقون هم ينتقون ينظرون للدستور يقرؤونه قراءة اختيارية انتقائية سيلكتيف هذه الحقيقة بوتفليقة سيحاكم الأحرار حيا أو ميتا إن أقبر فسيحاكم كل فترات والناس ستفتح كل الملفات حينما تصبح الجزائر المدنية بحق وإن كان حيا فسيحاكم ولول العبرة حتى ولم يكن ليس رأيي بأن توضع جثة مثل محنط تقريبا أن توضع في السجن أنا لا أستمع هذا الرأي لكن مع إدانته والحكم عليه بالإعدام إذا لازم العمل دون تنفيذه يضيف قد لا توافق على ذلك لكن بعض الزملائك يعتقدون أن الجيش هو الذي يمتلك السيادة وكان له حقا إلهيا في ذلك ومنذ الاستقلال كان جميع الرؤساء إما ضباط عسكريين بومديان شادلي عليكافي زروال هذا كله معسكريين أو مدنيين خاضعين للعسكر بنبلة بوضياف ليحب ما يخضعش قتله بوتفليقة وما شابه تم تتويجهم بالقوة ومن خلال التزوير لم تعرف البلاد مطلقا انتخابات تشريعية أو محلية حرة ونزيها باستثناء الانتخابات ما بين 89 و 91 استفتاد الدستور في 89 الانتخابات البلدية 90 والانتخابات الشرعية 91 قد تختلف مع من انتخبهم الشعب قد تختلف قد تعترض لكن الحقيقة التي لا يمكن عادة كتابة التاريخ حولها أن هذه الانتخابات الثلاثة دستور 23 فبريد 89 بلديات 12 جوان 90 تشريعيات 26 ديسامبر 91 هي الوحيدة التي كانت حرة إلى حد كبير ليست في المطلق لكن إلى حد كبير يدعو الحراك إلى الاستقلال لأن حق التصويت غير مكفول للجميع في هذا البلد تماماً مثل ما كان عليه حال النساء في أوروبا أو السود في أمريكا في القرن التاسع عشر بل أن النساء في الحقيقة في أوروبا مثلاً في بريطانيا هذه ربما كثير من ناس ما عرفوها بريطانيا هي أم الديمقراطيات كما تسمى وهي واحدة من أقدم هي أقدم ديمقراطية وهي واحدة من أقوى ديمقراطيات في العالم لحد الآن إن النساء في بريطانيا لم يسمح لهم بالانتخاب إلا بعد معركة شرسة خاضوها في العقدة الثالث في العشرينات من القرن العشرين نعم فقط في العشرين بل أن هناك ما هو أسوأ من ذلك إن النساء لم يسمح لهم بالانتخاب في سويسرا إلا سنة 71 أو 72 72 على ما أعتقد نعم سويسرا واليوم هي واحدة من أقوى الديمقراطيات أيضا ولديها الديمقراطيات المباشرة عن طريق الاستفتاءات أو الديمقراطية المباشرة عن طريق الاستفتاءات اللي تقوم بها بشكل دوري إضافة إلى الحكم الجماعي إضافة إلى أشياء كثيرة لم يسمح للنساء بالانتخاب في سويسرا إلا في عام 72 لكن مع ذلك يقول له وحتى أنتم في الثكنات لا تتمتعون بحق الاقتراع لأنكم تتلقون الأوامر للتصويت على مرشح القيادة العسكرية لا يجادل في هذه أحد كل عسكري يسمعني الآن يعرف أنه يوما ما وصلته التعليمات وقيل له حينما تضع الورقة عليك أن تضع فيها أنا أشهد على ذلك أنا أديت الخدمة العسكرية ما بين 87، ماي 87 وماي 89 كانت التدريب كان في البوليدة كانت تسمى أنا ذاك ليفور مدرسة ضباط الاحتياط والثمانية أشهر 18 أشهر الأخرى كانت في بني ميسوس في لاغارنيزون دالش أكبر ثاكنا في البلاد حدث آنذاك بعد 5 أكتوبر 88 حدث انتخابين انتخاب الرئيس اللي عاودوا انتخبوه شادلي في ديسمبر 88 واستفتاء دستور 23 فبراير 89 كنت ضابط أنا ومن البلاوي أني كنت ضابط وطبعا لأنني كنت ضابط إداري فمعناها مسؤولية الانتخاب كانت من بين مسؤولياتي مع ضباط آخرين وجاءت التعليمات ما هي التعليمات؟ الشادلي 100 في 100 ثاكنت دات مع ذلك نقول لكم حاجة والله ما انتخبت لم أنتخب لا على الشادلي ولا على الدستور لكن طبعا هناك آخرين أيضا لم ينتخبوا كان عددنا صغير لم ننتخب بشكل سري ما قلناهاش نصرناه عاقب لكن كل الثاكنة قالوا لهم حطوا الشادلي والدستور كل الثاكنة قالت نعم إلا لي ما انتخبش مثلي بشكل أو بآخر وجد طريقة لا ينتخب ونظر للتلاعب بالنتائج على كل حال لذلك في الواقع كلانا يعيش في حكم القرون الوسطى حيث يقتصر حق التصويت على حوالي 20 ضابط فقط وكما قال فرحات عباس رحمه الله في الجزائر لم تموت القرون الوسطى بالمناسبة فرحات عباس لمن لا يعرفه كان هو أول رئيس للحكومة المؤقتة اللي أسست في سبتمبر 58 وطبعا ساند ما جمعت وجدة ثم لعبوا به ودفع ثمن غالي لكن كتب كتاب جميل أنصح بقراعته يسمى كتبه بالفرنسية وتعريبه ممكن هو الاستقلال المصادر جميل الكتاب يشرح كثير من الأشياء ما حدث آنذا كيف حدث لماذا إلى آخره خاصة أنه ادفع هو الثمن طردوه من الحكم وظل مبعد حتى مات في بداية الثمانينات عقل 82 إذا كذاكرتي جيدة مات في فرنسا يعتبر العالم يعتبر العالم المتحضر حق الاقتراع العام للسفراج ينيفيرسال بمثابة الضمان الوحيد ضد الاستبداد وتعتقد الدول المتحضرة أن شعوبها هي مصدر سيادة وتمنح كل مواطن بالغ حق التصويت لأن الناس خلقوا متساوئاً ولأن الجميع يتأثر بقوانين وسياسات الدولة ولأن استبعاد بعض الأشخاص من التصويت يعني رفض تمثيلهم وتجاهل مصالحهم ولأن التصويت يعزز مكانة الناس في المجتمع ويجبر القادة السياسيين على الاستماع إليهم لتأمين الأصوات ولأن ذلك يثقف المواطنين سياسياً ويحافظ على اهتمامهم بكيفية إدارة مدنهم وبلدانهم كثير من المرات ناس يتساءلوا يعني وكثير من إخواننا اللي راحوا للجزائر في الفترات الأخيرة قالوا لي أنك تجد البيت في الداخل في الجزائر في الغالب تجد البيت ربط البيت أهل البيت مرتبين وترتيب هائي وهو يسمعوا فيها ناس كثير تجد البيت مرتب منظم في كثير من الحالات مش دائماً وجميل ولكن بمزرد أن تخرج الباب تجد النفايات الزبالة عزكم الله ليست بعيدة على أبواب الناس في الشوارع قريبة الروائح الذباب الجراثيم وإذا حدث موسم مثلاً العيد الكبير ولا تجد المدينة تحولت إلى أصبحت حظيرة والدماء في كل مكان والأمراض تنتشر لماذا؟ لماذا بيت الجزائري جميل من الداخل في حين أن شوارعنا تبدو بائسة جداً ورديئة جداً لماذا؟ لأن الجزائري لا يشعر أن الشارع انتهو لأنه لا يسمح له في كثير من الحالات جاءوا الناس يديروا حملات تنظيف لم يجعلوهم مرات يجعلوهم لما يكون رئيس البلدية ويكون مسؤول معين محبي لكن في كثير من الحالات ما داخلك؟ لا تنسر يأتي الناس مثلاً قبل أن يصبحوا قبل أن يصبحوا المطر يسرحوا الأماكن اللي مر من هالمطر ما يقول له ما تخلكش هذه ليست خدمتك هذه البلدية وفي بلدية ليست خدمتها بالصح دب الرأسها نغرقه أغرق هكذا إذن في الإنسان الجزائري وهذه ليست في الجزائر فقط هذه في كثير من البلدان اللي يسود فيها الاستبداد في أي بلد يسود الاستبداد يشعر الإنسان في أفضل حالات شكراً يا ريم في أفضل حالات يشعر أنه حر فقط في بيته حر نسبياً لأنه لا تعرف الذي يأتي في الفجر أو في الليل أو في النهار لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تقدروا يرمونك سيارتك لا بس عليها بيته مليحات نص صباحة يأتي 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 لأن المستبد يتسرر في الناس بالنسبة لي هذا الناس غنم حيوانات بل أن المستبدين والله كثيراً ما يكرمون كلابهم وقطتهم ويتعاملون معهم أفضل مليون مرة من التعامل مع الإنسان والله يا إخواني تصلني حكايات أنت إخواننا اللي في القوات المسلحة في الجيش في الشرطة في الضرك بعضهم اليوم يحكي لي صديق قال لي شوف قال لي نقول لك شيء قال لي هل تعلم أن ابن علي هذا الفريق اللي راه درك أكبر عسكري طبعاً كان مرعوب لما كان هناك القايد صالح لكن الآن راه هو بداي قال لي هل تعرف أن هناك أنه مخصص جندي في الحرس الجمهوري تخيلوا لماذا لماذا من الأكل لا يحدد له الكمبا هاكاين عنده جندي يحدد له الكمبا يحدد له اللباس للحديد فقط جندي الجندي الأخر هذا اللي أحددكم على وجه للسيراج نتع الصبات جندي إنسان ربما رتبة سيرجان وبالك راه عنده نبو أنا أعرف ناس رام عندهم رتبة سيرجان عندهم لسانس وكذلك عنده باكالوريا وكذلك يقرأ في الجامعة سنتين تحتمت عليه راح للجيش ما كان جعمل يسير جلو صبات مخلوق واحد خلقه ربي جابته رباته رباه باباه صرف عليه دخله يدرس مرض دواه ومبعد يدي صالير وممكن صالير هذا ثلاث ملايين ربع ملايين من الخزينة الدولة وعنده قاعد خدمته وشنو يسيرج صبات الجنرال صدق أو لا تصدق هيا روح هذا جات غير في السيراج كاين حاجات وحدة أخر أبشع وأجرم وأسكت برك هذي من ننجي هذي هذي من ننجي الاستعباد مكيش قانون الجنرال يعتبر روحوا رب انت ماش تشوف تسمع الكفر هذا انت عربكم ربكم 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 تسمح الكثرة في القوات المسلحة من يجيبوه الجنرال يقول اللي تحتو حدثني أيضا صديق قال لي الملياني اللي كان قابل بنعلي في الحرس الجمهوري قال لي مرة خرج فحط الجميع في في الاستعداد مئات الرجال في الحرس الجمهوري كل الضباط حطهم في الاستعداد بما فيهم النايب انته وقايد الأركان جنرال اسمه الطاهر كذا راه وطردوا القايد صالح قبل الفترة الجنرال القايد الأركان ستقدم لكي يقفوا أمامه قال لي واش جابك قال لي انا قايد الأركان قال لي انت وانا قاعد تومارك ما عندي كابرانات كين تاكي هذه الكابرانات كان يقول على الرواد على الكولونال اعتبرهم قال لهم قاعد كابرانات ما احترامي لخوتنا العرفاء والكابرانات قالوا ماشي وقف معهم قاعد لدي لكم كابرانات اللي ما عندوش هذه الرتبة هو الجنرال مجور يوع تميز هذا الملياني ببذاء وقذارة ليس لا حدود شكرا يا دماء ليس لا حدود بنعلي بنعلي يقولونه ألطف منه لكن أخبث منه بكثير هذه أعطي لكم مثالين مو كلهما من الحر الجمهوري إذا قال الجنرال اللي تحته نائبه قال له انترك عندي كابران تخيل وهذا الجنرال عمر ستين سنة اللي سبه سيده ورتبة جنرال سبه أمام الجميع وش من احترام يبقى ومرة نفس الصديق يحكي لي قال لهذا ملياني عندو الجنرالات يدروا مدخلهم وحدهم يعني في كثير من الأماكن هذه نشته أيضا كي كنا في السفراء في ليبيا يعني السفير عندو مدخل وحده صدقوني في كثير من الحالات كنت لا يهمنيش نجي داخل من هذا المدخل أنا وآخرين يعني ما كنا نعتربونه وش المدخل واحدك هذه يعني عندنا زوج أبواب الناس قد يدخل من باب وهو يدخل معلاش لماذا هذا الصناعة الصنم هذا؟ هو موظف بينتنا القانون فهذا الملياني أيضا عندو باب خاص به يدخل بسيارته وبيه خاصة حرس خاص كل شيء خاص هذا قاعد الأركان مرة خرج من الباب هذا يلقى الباب الأخر فيه زحمة أو خرج ثاني شخص في الحرس الجمهوري شافوا مسخوا مسح به الأرض قريب رضيه قريب رضيه قريب طرده نهائيا لأنه استعمل نفس المدخل اللي استعمله رب الحرس الجمهوري لأنه لم يعد جنرال قائد الحرس الجمهوري أصبح رب الحرس الجمهوري أصبح هو الإله إن دستورنا يمنح سيادة للشعب كما يعطي إن دستورنا يمنح سيادة للشعب كما يعطي حق التصويت لكن لكل بالغ لكن القيادة العليا للجيش تدوس عليه لهذا السبب يطالب الحراك بدولة مدنية بعض أخواني يقولون للحراك هو بصحيح العبارة بالعربية هو الحراك لكن تعودوا الناس أن يقولوا الحراك فها في بالي الثنين يجوزوا لغويا الحراك ولكن عمليا هو الحراك يمشوا في الثنين لم يكن مشكلة لهذا السبب يطالب الحراك بدولة مدنية مما يعني أن الرئيس المدني المنتخب هو القائد الفعلي الفعلي وحط لي 36 سطر تحت كلمة الفعلي للقوات المسلحة ثم يبدأ في الدخول في النقطة الأولى هل الدولة المدنية في مصلحتك الشخصية هذا السؤال والإجابة اللي طرحها أخونا إن شاء الله تكون معنا غدا وإن شاء الله كل يوم رأوا فيه تسع مقاطع بقيين كل يوم جيبوا مقطع ونناقشوه ونتكلموا عليه ومرة أخرى أنصح إخواني هو موجود بالعربية والفرنسية غدا ليوجد بالإنجليزية أنصح أن تنشر هذه الوثيقة لأنني أراها واحدة من أجمل الوثيق التي قريتها في السنوات الأخيرة والتي هي مرتبطة مباشرة بنا وبما يجري من أحداث وهي أيضا نريدها أن تصل إلى عقول إخواننا في الجيش من أعلى جنرال إلى أدنى رتبة في الجيش إخواني غدا يوم عظيم بإذن الله غدا يتحذر الأحرار لخروج السبت الذي سيصبح عادة وهو من طرق التصعيد وطبعا قلنا أن طرق التصعيد هناك مجموعة من الطرق فيها من خلصش اللي رح يبدأ أيضا تنتشر نريد للناس أن ينشروها بشكل أكبر وأن يقنعوا الناس بها أكثر ونقول لهم أنك ما تخلصش الآن ليس معناها من بعد رح ندفعوك أكثر لا بإذن الله كل من اللي ما يخلصش الآن هو وسيلة لإسقاط العصابة وبما أنها وسيلة لإسقاط العصابة فهي مباركة يبارك الحراك والشعب بعد التحرر بإذن الله ربما بالعكس قد ينظر للذين ساهموا في رحيل العصابة ربما يعطيهم حتى ميزات خاصة خاصة لأنهم ساعدوا بسرعة على رحيل العصابة ومن بين أسباب الرحيل ما نخلصش لا ما لا غاز لا تري سيتي لا فينيات شكرا يوم أنس لا فينيات ولا أي ذرائب كل ما يتعلق بهذه ليس لدينا حكومة ندفع لها إنما لدينا عصابات تشتري الضمن في الداخل والخارج هذه الأموال التي ندفعها رأي تدفع للمرتزقة مرتزقة الأقلام مرتزقة القنوات مرتزقة الذباب في الفيسبوك في اليوتيوب ومرتزقة آخرين حتى اللي كان هاكم تشوفهم من ذلك يقول لكا واحد خل من الخارج يريدون أن يدهنوهم شوية لأنهم قدمونهم خدمات هائلة نذكر الناس أن أحد هؤلاء السفهاء دخل أمس أو أول أمس كان قد سبى كل أحرار الجزائر وقال غلمانا وجواري وقال كلمات كثيرة في كثير من الأحوال وفي الفين وربع عشر شن هزوم عنيف وساهم في الفين وربع عشر وخمسة عشر في صب الزيت على النار في الفتنة ما بين إخواننا ابن مزاب والعرب في منطقة غردايا هذا كان أحد الذين صبوا الزيت عليها فهو مسؤول مسؤولية مباشرة عما حدث وعن الذين ماتوا وقال أيضا حسب ما وصلتني من معلومات أنه قد قال قبله في الـ 2016 يجب طرد الشوية من الجيش أتحفظ على هذه حتى أتأكد منها لكنها وصلتني ومؤكد أنه لعب دور قدر جدا في شيطنة منطقة القبائل وفي أزواف وفي كل ما قال قال كلام بائس بائس جدا في الأخير بدأ يعدل ويتراجع وكذا لأنه عارف بالقضية ليس لعب وعارف أن كل قوانين الأرض تحاسبوا خاصة بعد ما ظهروه البوليس البريطاني قبل خمس سنوات وحذروه من أن الخطاب العنصري قد يدخله إلى السجن إذا كان هناك في الجزائر قاضي حر واحد وأنا متأكد أن هناك ربما المئات بل الألاف وهناك المحامين فليسأل هذا السفيه لماذا قال ما قال ولماذا ساهم ويساهم في نشر الفتنة في البلاد في نشر الحمد لله اليوم الشعب مش تعرف اليوم بنشعرات قالك لا إسلامي لا علماني الدولة المدنية هذه الحقيقة كل اللي يجي يحدثكم الآن على الإديولوجيا ويقول لك هذا إسلامي والله هذا علماني والله هذا مقري يسب في سعيد سعدي وسعيد سعدي يسب في مقري ومن يشعر في من هذو كلهم كانوا مع العصابة هذو هذو الاثنين بالذات حزب مقري وحزب سعيد سعدي كانوا مع انقلاب 92 واحد قال رحم الله الدبابة التي حمد الديمقراطية والآخر قال لك يا لازمنا الدبابة لكي تحمينها ديمقراطي يدعو إلى الدبابة وإسلامي يدعو إلى الدبابة فالحقيقة كانوا عملاء للعسكر ولذلك الشعب لا يعترف بهذه الخصومة حينما تتحرر البلاد اللي يحب تدير السياسة يروح للشعب والشعب يخير الشعب يخير الشعب يقرر الشعب يقرر أنا يقرر حقه يقرر أما هذه الخصومات هي مصطنعة مفبركة وره أجهزة الحنوشة تريد أن توجه الأنظار في اتجاع الماني الإسلامي ما يقرر أن أعجبني أحد كتابة هائلة قالك الذين يتسارعون كتب شعار هائل اليوم نتمنى على المساعد أن يضعوا قالك الذين يتسارعون اليوم على أساس هذا الإسلامي وعلماني كاثنين في سجن لكنهم يتسارعون واحد يريد الزنزانة التي يدخلها قليل من الشمس من الضاربين على زنزانة دخل السجن ماذا أفعل أنا بالإسلامي أو بالعلماني أو بالديمقراطي أو بالليبرالي أو بالمن يش عارف الهندوسي أو بالصيخي أو بمن إذا كان البلاد الشعب يقول والجزائر تدي الاستقلال بل أن المقبور صالح قال الجزائر كانت تحت الاستعمار بل أن خادم العسكر تبون قال أن البلاد كانت على بواب أنتهوي بل 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 البلاد محكومة بكمشة من الجنرالات وأنتم تزعمون أنك هذا علماني لا أنت علماني حقيقي ولا أنت إسلامي حقيقي لأنكم ركبتم الدبابة وناصرتم العسكر ودخلتم المجلس الوطني الانتقالي وأصبحتم وزراء ودخل الحنوشة فيما بعد الداوة خليدة مسعودي والداوة هذا اللي راح في السجن درك هذا اللي قالهم هذا عمارة بن يونس اللي كانوا رقم اثنين ورقم ثلاثة لسعيد سعدي بل أن سعيد سعدي الآن وانا بدون ما نتحدث عليه هاو داخل في خصومة في الارسيدي وهاي معركة داخل الارسيدي بكل أسف وألم خلوا محسن بالعباس والشباب الذين معه أن ينهضوا بحزب الارسيدي ليصبح وطنيا ممتدا عميقا ويتحمل إذا حب يكون علماني يحب يكون ليبرالي يحب يكون ياسري إذا يخصوا أما ذلك يجيني صراعة ديكا ما بين سعيد سعدي وما بين مقري أنا لا أقبل ذلك والأغلبية العظمى من الجزائرين لا يقبلون ذلك نحن في صراع الدولة المدنية أي تحريف للمعركة هي خيانة الشعب أي تحريف للمعركة هي بقاع الجزائر تحت الرونجيرس أي تحريف للمعركة هي فتن يريدون أن يجددوا فتنة عربي قبائلي خلونا من كادياس وملادياس لزربة سيربيسي لكبيل سيربيس هذون دائما يحرفون المعارك الكبرى للشعب الجزائر ومعركتنا الكبرى هي قيام دولة مدنية من بعد الشعب يخير وكي نقول الشعب يخير الأغلبية ليس معناه تحجر الأقلية بل أن الأقلية تظل محترمة حتى تصبح أغلبية إذا أعطاها الشعب وتظل ليس محترمة فقط لا تمس في أساسياتها وعند الحق في العمل السياسي وكل شيء يجب أن لا يقصى أحد هذه البلاد للجميع لا يقصى إلا اللصوص القتل الخوان العنصريين هؤلاء ككل الدول وككل الشعوب يقصون حتى لا يخربون البلاد أو ينهون أو يعقلون يقصون حي الله الأحرار الذي رفع هذه الشعارات نعم مكان لا علماني لا إسلامي الآن الآن كي يتحرر البلاد اللي يحب أن يكون علماني الله يسهل لي شيوعي لا نقول لك كما قال لي واحد لا تقول الله يسهل لي يا سيدي لا يسهل لي علماني دبر رأسك شيوعي دبر رأسك إسلامي دبر رأسك حشيشة طالبة معيشة دبر رأسك المهم البلاد حرة الدولة مدنية البلاد ناهظة ناس ما كلها الفقر ما كلها العطالة ما كلها البطالة ما كلها كل شيء ويجوني ناس يتعاركوا على مكانش رأسكين حكم العسكر فقط حيا الله الشعب اللي يفهم العمق والخزي والعار على الذين يريدون أن يوجهوا ويختلقوا المشاكل لفو بروبلامي ما كلها المشاكل ما كلها المشاكل أن تكون جدد حراكك لا تعتذر صعد حراكك لا تنتظر فالجزائر في خطر ولكننا بإذن الله سننتصر 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 أثبت واستبر سننتصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته